بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقوله عز وجل إن الله هو الرزَّاق ذو القوة المتين قال الدكتور محمد خليل هرَّاس رحمه الله تضمَّنت هذه الآية الكريمة إثبات اسمه الرزَّاق الرزَّاق اسم الله جل وعلا اللهم ارزقنا الحلال وجنِّبنا الحرام وهو مُبالغ من الرزق ومعناه الذي يرزُق عباده رزقًا بعد رزقٍ في إكثارٍ وسعى نحمد الله عز وجل وكلُّ ما وصل منه سبحانه من نفعٍ إلى عباده فهو رزقٌ مُباحًا كان أو غير مُباحًا على معنى أنه قد جعله لهم قوتًا ومعاشًا قال تعالى والنخلَ باسِقاتٍ أي طويلات لها طلعٌ نضيد رزقًا للعباد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد فما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً في تناوله فهو حلالٌ حكماً وإلا كان حرامًا وجميع ذلك رزقًا فالله أحلَّ لنا الطيِّبات وحرَّم علينا المحرَّمات وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل إن الله هو الرزَّاق لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده إن الله هو الرزَّاق ذو القوة المتيد لا رازق غيره اللهم ارزقنا الحلال وجنِّ بن الحرام فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزَّاق ذو القوة المتيد قال المعلِّق رواه أحمد رحمه الله في المسند والترمذي رحمه الله في السنن وقال حديثٍ حسنٌ صحيح وأبو داود رحمه الله في السنن والنسائي رحمه الله في السنن الكبرى والحديث صحيح والحديث صحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة وهو بمعنى اسمه القوي إلا أنه أبلغ في المعنى وهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أي يضعف أو يفتر فالله تعالى قوته تامة لا نقص فيها قال المعلق علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في طبعة الجامعة الإسلامية بقوله هكذا بالأصل والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور قوة الله لا نقص فيها ولا فتور بل هو القوي المتين جل جلاله وأما المتين وهو اسم له من المتانة وقد فسره ابن عباس رضي الله عنه بالشديد المتين الشديد قال المعلق رواه ابن جريل رحمه الله بسنده في تفسير الآية من سورة الزاريات عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم الكلام على رواية علي عن ابن عباس رضي الله عنهما علي بن طلحة يروي عن مجاهد ومجاهد يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جل جلاله قوله ليس كمثله شيء دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على ما يليق بجلاله على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المؤطلة أي الجهمية والمعتذلة والأشاعر ويحتجون به باطلا بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها للصفات المخلوقين الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال على ما يليق به ليست كصفات المخلوقين بل هي على ما يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى قال العلامة بن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه وتكليمه لرسله عليهم الصلاة والسلام ورؤية المؤمنين له جهرة بأفصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو في الصحو اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم يا ذو الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال المؤلق في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان الإمام بن القيم رحمه الله له كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان رد على أهل الباطل وأهل الغناء ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماء خلقه أسماء خلقه أهل المعلق إن أراد به لا يماثله في مطلق السمع والإدراك فهذا خطأ لأن المطلق الكل مشترك وهو إدراك المسموع وإن أراد به لا يماثله فيما يختص به سمع الله من الإحاطة والشمول وانتفاء النقص والحدوث فهذا حق والأولى أن يقال بسمع يليق به قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله والله يسمع كل شيء ويرى كل شيء على ما يليق بجلاله فعلينا أن نتق الله فلا نتكلم إلا بخير ونتوب إلى الله من الشر ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجذ والأستار وهو من فعيل على وذن فعيل بمعنى مفعل وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى والله يرانا ويسمعنا فعلينا أن نتق الله روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرا رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه يعني أن الله يسمع ويرى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى قال المعلق رواه أبو داود وابن حبان والطبران في المعجم الأوسط رحمهم الله قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أي في فتح البار أخرجه أبو داود رحمه الله بسند قوي على شرط مسلم ثم ذكر حديث عقب بن عامر رضي الله عنه عند البيهق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير وأشار بيده إلى عينه وقال الحافظ إسناده حسن وفي صحيح البخاري محمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فعلينا أن نتق الله ولا نتكلم إلا بخير ونتوب إلى الله من الشر ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين وهو حج على بعض الأشاعر الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات يؤولون يقول سميع عالم بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات يقول بصير يعني عالم بالمبصرات وهو تفسير خطأ هذا تأويل فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها فسميع بمعنى يسمع كل شيء بصير يرى كل شيء جل جلاله قال المعلق الأشاعر هم أتباع بالحسن الأشعري الذي كان معتزليا أو الحسن الأشعري كان أولا على مذهب المعتزلة ينفي الصفات ثم ترك الاتزال رحمه الله واتخذ له مذهبا بين الاتزال ومذهب أهل السنة والجماعة يعني يثبت بعض وينفي بعض ثم رجع وتاب رحمه الله ووافق الإمام أحمد وأهل السنة والجماعة رحمهم الله في معتقداتهم في إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وبقي بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده الثاني وهو إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات وهم مرجئة في الإيمان يقولون لا يدخل العمل في الإيمان وهم مرجئة في الإيمان مؤولة في الصفات أقرب فرق البدع إلى أهل السنة والجماعة فيجب علينا أن نحذر البدع ونؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى فالإمام الأشعر كان معتذليا وكان مؤولا ثم تاب إلى الله وتبع مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه الله فالذين يسمون أنفسهم أشائرة كذبوا خالفوا الأشعر الأشعر الرجع عن التأويل رحمه الله وقوله تعالى وَلَوْ لَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إثبات المشيئة لله عز وجل وقوله تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ في إثبات الإرادة على ما يليق بالله وقوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدٌ إثبات الإرادة لله عز وجل وقوله عز وجل فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ وَنُوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ وَأَهْلَنَا وَأُولَادَنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ قال الشيخ محمد خير الهرَّاس رحمه الله هذه الآيات دلَّت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة والنصوص في ذلك لا تُحصى كثرة والأشاعر يُثبتون إرادة واحدة قديمة تعلَّقت في الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلَّف المراد عن الإرادة الأشاعر يقولون له إرادة واحدة قديمة ولا يريد بعد ذلك وهذا قول باطل فالآيات دلَّت على أن الله أراد ويريد سبحانه وتعالى وكذلك المشيئة الله شاء ويشاء متى شاء جلَّ جلاله وأما المعتزل وطائف ضال ينفون جميع الصفات فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يُثبتون صفة الإرادة ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل فالله أراد ويريد إرادة تليق بجلاله تبارك وتعالى وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين الأول إرادة كونية تُرادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه وهو سبحانه إذا أراد شيئاً وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إذا أراد قال كن فيكون وبالحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون قال المعلق جزء من حديث ضعيف فواهو أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة أي في أذكار اليوم والليلة وابن السني محمه الله من طريقه في عمل اليوم والليلة شكراً للمشاهدة